شقيقة ملك إسبانيا كريستينا دي بوربون وزوجها إنياكي أوردنغارين يصلان إلى محكمة بالما دي مايوركا في أول جلسات قضية التهرب الضريبي التي يتهم فيها الزوجان وستة عشر شخصا آخرين وتتهم كريستينا الإبنة الثانية للملك السابق هوان كارلوس بالاشتراك مع زوجها في اختلاس نحو ستة ملايين يورو من الأموال العامة من خلال مؤسسة نوس الخيرية التي ترأسها زوجها في واحدة من أكبر فضائح الفساد التي هزت البلاد خلال سنوات الأزمة الاقتصادية وينفي جميع المتهمين التهم المنسوب إليهم كما ترفض كريستينا فكرة الطلاق من زوجها رغم الضغوط السابقة للأسرة الملكية التي حاولت الحد من الآثار السلبية للقضية وكان الملك فليبي السادس قد جرد شقيقته كريستينا من لقب دوقة بالما دي مايوركا في وقت سابق على خلفية الاتهامات الموجهة إليها في القضية